ليفاندوفسكي يشعل الدور الاسباني ويحطم ارقاما قياسية مع برشلونة مفاجأة غير متوقعة شافي يكشف عن لعبه المفضل في تشكيل الكتالوني مدرب اليونايتد يفاجئ الدون بتصريح جديد رونالدو الصديقي ولكن مفاجأة صادمة ميسي في ورطة ومتهم في تدمير كوكب الارث كاريم بنزي ما بعد مباراة ريال بيتيز يشعل السوشيل ميديا ماذا يحدث اهلا بكم متابعين في عرب جول اخبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والان الى تفاصيل النشرة اثبت روبرت ليفاندوفسكي مع مرور الوقت بانه قادر على ان يصنع الفارق باهدافه الغزيرة مع برشلونة وذلك بعد ان سجل في مباراة اشبيليا هدفه الخامسة في اربعة مباريات وبعد بداية صعبة في الدور الاسباني جاء تهداف المهاجم البولاندي الخمسة في اخر ثلاث مباريات ليبعث برسالة الى الجميع بانه جائز للانتقال الى المستوى الاعلى في الليغة وقادر على التسجيل باستمرارية واصبح ليفاندوفسكي في قمة ترتيب هدف الدور الاسباني برصيد خمس اهداف بالاشتراك مع ياجو اسباس وبفارق هدفين اكثر من بنزما نجم وهدف ريال مدريد وركزت الصحف على اداء ليفاندوفسكي بلامس وركزت سبورت الكتالوني الصحيف على قدرة ليفا في صناعته ولحسم بعدما هرب من مدفع شبيليا ببراعة ماهرة لتحويل عرضية جول كوندي الى داخل الشباك وبانهاء رائع للغاية وقالت صحيفة سبورت في تقرير روبارت ليفاندوفسكي في طريق لتحتيم جميع الارقام القياسية في التهديف كما فعل موسما بعد موسم في باير ميونخ سيحقق ذلك مع برشلونا ايضا لانه يمتلك موهبة خاصة جدا في التسجيل واضاف سبورت سيظهر ليفاندوفسكي من جديد امام فريق فيكتوريا بلانز يوم الاربعاء في دور الابطال بقميس برشلونا انه لا يشبع ولا شيء يمكن ان يمنعه من التسجيل كشف المدير الفني لبرشلونا تشاف هيرنانداز عن كواليس المباراة والفوز الهام على شبيليا واكد المدرب الاسباني قدمنا مباراة جيدة واستحوذنا وكانت لنا فرص لتعزيز النتيجة الفوز في ملعب معقد مؤشر نيجابي وتابع لا يفاجئني غافي اتبعه كل يوم في التدريبات لا اريد ان اكون غير عادل مع البقية لكن ربما كان الافضل في المباراة وعن لعبه المفضل قالت شافي ان احب ديمبلي كثيرا ويدعم الدفاع بشكل جيد نفس الامر لرافينها وسيرجي روبارتو لدينا لعبين يصنعون الفارق وعثمان واحد منهم واختتم لم ندى بشكل جيد في اول خمسة عشر دقيقة ولكن بعد ذلك وبمجرد ان استقرت الامور سيطرنا على المباراة وكان لدينا فرص لتسجيل المزيد من الاهداف هذا الفوز هو علامة جيدة ونحن نعيش في لحظة مميزة وكشف روفينيا عن سر يخص هدفه امام اشبيليا تقريبا هذا اول هدف براسي واتابع دائما هناك هميش للتحصن وواصل اعتقد الجماهير متفائلة لدينا طاقم ولعبون رائعون ينتظرنا موسم كبير وعن اللاعب مع ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي قال رأيتم في التلفاز قبل اناتي ومين الرائع نلعب معهم لديهم جودة كبيرة ودخل جورس كوندي تاريخ برشلون في القرن الواحد والعشرون حيث استطاع ان يصنع الفرنسي هدفين للبرسة في اول لقاء له خارج ملعب الكامبنو راحل كوندي عن اشبيل يتسبب ايضا في ازمة كبيرة للفريق الاسباني حيث خسر الفريق اربعون بالمئة من المباريات بدون تواجد الفرنسي وافتتح البرازيلي رافيني اهداف برشلون عندما حلت الدقيق الواحد والعشرون ليضع البرسة في المقدمة مبكرا وتمكن البولاندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف برشلون في الدقيق السادس والثلاثون وقبل نهاية الشوط بعشر دقائق وعدل البولاندي ليفا انجاز البرتغال كريستيانو رونالدو مع ريال مادريد حين سجل خمس اهداف خلال اربعة مباريات افتتاحية في الدور الاسباني وسجل الاسباني ايريك جارسيا الهدف الثالث لبرشلون في الدقيقة الخمسون ولينهي على امال اشبيل يا في العودة الى المباراة ويحتاج برشلون هذا الفوز من اجل منافسة ريال مادريد ومطاردة الملك على موقع صدارة جدول ترتيب المسابقة تحدث ايريك تينهاك المدير الفني لماشستر يونيتد عن بقاء كريستيانو على مقاعد البودلاء خلال المباريات الماضية وقال تينهاك في تصريحات ابرزة صحيفة ذي سان البريطانية كما نعلم جميع لم يأخذ رونالدو الموسم التحذيري ولا يمكنك ان تفوت فترة الاعداد انها قاعدة لكل شيء وخاصة للطريقة التي نلعب بها واضاف نلعب باسلوب اخر في كرة القدم مقارنة بالعام الماضي التعاون والتمركز والتحرك عندما تملك وتفقد الكرة والليقة كلها امور تعتمد على الموسم التحذيري وتابعت انهاك ساكون صديق رونالدو احيانا ساكون معلمة هذا يعتمد على الموقف كما دافعت انهاك عن سياسته في جلب العديد من اللاعبين من الدور الهولندي الى البريمير ليغ وقائلا اولا اللاعبون الذين وقعنا معهم من هولندا دوليون واردف ثانيا لقد قدموا اداء جيدا حقا في دور الابطال وثالثا لديهم ايضا مهارات فردية تظهر انهم قادرون على لعب كرة القدم على اعلى مستوى واستطرد المدرب الهولندي مارتيناز انه لعب جيد بالكرة لكنك ترى ايضا قدراته الدفاعية وصلابته وتمركزه وتوقعاته واختتما نعرف ما هو مارتيناز قادر على تقديمه لنا انه يعمل بشكل جيد لكن عليه ان يقدم ما هو افضل بكثير تعرض الارجنتيني ليونال ميسي نجم باريسون جرمال فرنسي لاتهامات قوية وصلت لحد اتهامه بتدمير كوكب الارض بسبب اثنان وخمسون رحلة جوية وعلى غرار العديد من النجوم يمتلك ميسي طائرة خاصة يستغلها للقيام ببعض الرحلات بشكل مستمر وهو الامر الذي انتقده حساب لافيون دي برنارد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويقوم الحساب الفرنسي بحساب عدد الرحلات التي يقوم بها المشاهير عبر طائراتهم الخاصة وذلك من اجل تحديد مدى تأثير ذلك على كوكب الارض وكشفت منظمة اتاك المناهضة للعولمة عن ان الطائرة ميسي قد طارت في اثنان وخمسون رحلة جوية خلال الفترة من يونيو حزيران لاغستو ساب مما نتج عنه الف وخمسمائة واثنان طنا من ثاني اكسيد الكربون ووضحت المنظمة ان كمية ثاني اكسيد الكربون التي اخرجتها الطائرة تعادل البصمة الكربونية لاي شخص فرنسي عادي في مائة وخمسون سنة المنظمة شنت هجوما حدا على ميسي حيث وصفه بانه من فاحش الثراء الذين يدمرون الكوكب بسبب اعتماده على الطائرة الخاصة في هذا الكم من الرحلات الغريب ان موقع فلاي وور المعنى باخبار الرحلات الجوية اكد ان طائرة ميسي قامت خلال اخر شهرين باكثر من ستون رحلة وليس اثنان وخمسون فقط وقام نجم البي اس جي في ثلاث رحلات خلال الثماني واربعون ساعة فقط بطائرته الخاصة بحسب ما اعلن عنه حساب لافيون دي بيرنارد وخلال اخر شهرين قام ميسي بزيارة مسقط راسي روساريو وبرشلونة وفورتلاو ديرابل بالقرب من مايام الامريكية وساوباولو وكذلك تينيرفي وفالنسيا لقضاء العطلة الصيفية كما قام ميسي بتجير طائرته الخاصة للرئيس الارجنتيني البرتو فرنانداس في فبراير شباط الفاني وواحد وعشرون بمقابل مئة وستون الف دولارا امريكي وذلك من اجل ان يستخدمها في رحلة رسمية الى المكسي وفي مطلع شهر اغسطساب الماضي استخدم لوي سواريز زميل ميسي السابق في برشلونة وصديق المقرب الطائرة للذهاب الى مونت فيديو والتوقيع لفريق ناسيونال اشهل الفرنسي كاريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الاسباني حالة من الجدل بين جماهير الفريق بسبب حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وشارك بنزيما في فوز الريال اثنان لواحد على ريال بيتيز مساء السابق في الجولة الرابعة من الليغة الاسبانية لكنه فشل في تسجيل الاهداف وبعد ساعة قليلة من المباراة فوجيت جماهير الملك باغلاق الحسابات الرسمية لبنزيما عبر السوشيل ميديا انستجرام وتويتر وبدون سبب معلن وتسبب الاغلاق غير المتوقع لحساب لعب المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الفان واثنان وعشرون في حالة من الجدل بين جماهير الريال حول السبب الحقيقي وراء ذلك وهناك امكانية ان تكون حسابات بنزيما قد تعرضت للاختراق وان اللاعب اغلق بنفسه لسبب اخر غير معلن يمكن الكشف عنه خلال الساعات القليلة القادمة وشهدت الساعات الاخيرة بعض الانتقادات التي تعرض لها بنزيما بسبب فشله في التسجيل في شباك ريال بيتيز رغم حصولها الاكثر من فرصة يذكر ان كريم بنزيما هو ثاني افضل هداف في تاريخ الريال برصيد ثلاثمائة وسبع وعشرون هدفا وذلك خلف كريستيانو رونالدو صاحب الاربعمائة وخمسون هدفا ترجمة نانسي قنقر